أشهد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بجهود الوساطة التي تقوم بها كينيا في جنوب السودان وبدورها الهام لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا وخلال لقائه رئيس كينيا ويليام روتو بيكي جالي نقل عبدالعاطي رسالة شفهية من رئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الكينية تتضمن تحياته وتهنئته بمناسبة إعلان التشكيل الحكومي الجديد في بلاده معربا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التنائية في المجالات محل الاهتمام المشترك من جانبه أعرب الرئيس الكينيا عن تحياته وتقديره واحترامه الكبير لرئيس السيسي للدور القيادي الذي يطلع به في دعم الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية